مستهل المسائية أيضا بهذا الحادث المأسوي الذي هز ليلة أمس مدينة سلا إثر سقوط زوجين من أعلى سطح إقامة سكنية حادث مروع وسقوط غامض لا تعرف إلى حدود الساعة أسبابه ولا ملابسته ومباشرة بعد الحادث فتحت الشرطة القضائية بسلا بحثا قضائيا لتحديد الظروف الحقيقية التي كانت وراء سقوط الزوجين من الطبق الرابع للعمارة نتابع الروبرتاج لهشام السني بتحرير بشرى رائف ذهول صدمة أقل ما يمكن أن يشعر به ساكنة حي بوشوك بسلا بعدما عاشوا أمس على وقع حادثة مأساوية رح ضحيتها أم وأب لثلاثة أبناء أصغرهم لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر الرواية الأولى بحسب شهادات الجيران تتحدث عن إقدام الزوجين على الانتحار بالقفز من أعلى سطح إقامتهم السكنية بعد تطور الخلاف بينهما بدأ شيء صداع والغوط في الدار الشيء اللي أدى أن المرأة متحملات ربما ذلك النزاع ومشا تلاحظت من الجهات الثانية ذلك العمارة تلاحظت طاحت من بعد طاحت مباشرة الزوج ديالها بحل ما تقبلش الوضعية أنه كان هو السبب في ذلك النقاش جا حتى هو طلع للفوق ذلك العمارة من بعد خمسة دقائق من بعد سقوط ذلك الزوجة وحتى هو بقى يعني واحد المدى ونسي شوفيه لما تلاحش لما تلاحش لكن قدر الله ومشا أفعل حتى الزوجة هو تلاح رواية ثانية بخلفية إجرامية رجحها البعض الآخر حيث قالوا بأن الزوجة قتل زوجته قبل أن يضع حدا لحياته ما صدقناش بأن هذا الشيء غذي واقف يعني ديما ضاحك لعب مشاكل ما ظهراش على وجهه ما كناش دعم ما فهمزي ما كناش هذا الشيء هذا اللي كان اللي سمعنا ما صدقناش يعني ما شي شيء واحد اللي بين عليه هذ المشاكل هذا صديق والدي والله عمره دار والناس رجل طيب ما شي زع ما عارف عليه شي حاجة ولا عارفه رجل مزيان وهو هذا شيء اللي يقدر عليه الله جريمة أم انتحار فرديتان سيتم تأكيد إحداهما بعد أن فتحت السلطات الأمنية بحثا وتحقيقا لفك لغز هذه الواقعة وتحديد ملابساتها